موسيقى السلام عليكم متابعي دراما سبورت دير بمدينة جدة بين الاهلي والاتحاد واللي فاس فيه نادي الاهلي بنتيجة 2-1 الاهلي بعد هذا الفوض صار على بعد 3 نقاط بس من نادي الهلال نادي الهلال اللي تعادل اليوم كمان مع نادي الفتح بصعوبة نادي الهلال اللي عم بيعاني كمان من فراغ ومن تفكير دائم بنهاء دوري أبطال آسيا لذلك هاي فرصة الاهلي وفرصة نادي النصر وفرصة بقية الأندية القوية بالدور السعودي على المنافسة على الدور السعودي وإذا بدك تحكي عن مباراة الاهلي والهلال أو عن دير بمدينة جدة فلازم تعرف ولازم تكون على قناعة بأن السومة حيسجل سبحان الله يا شباب بكل مباراة بين الأهلي والاتحاد دائما عندي إحساس أن السومة أما رح يسجل أو رح يكون نجم المباراة أو رح تكون عنده بصمة واضحة بهيك مباريات مين بيقدر ينسى هدف السومة دبل كيك أجمل أهداف الدور السعودي أو من أجمل أهداف العالم الموسم الماضي هذا الموسم وبهاي المباراة عم بيسجلوا بكل دير بين الاتحاد والأهلي عم بيسجل السومة وعنده بصمة السومة بصراحة يا شباب إذا في جمهور لنادي الاتحاد بهاي القناة المتواضعة فما احترامي لجمهور نادي الاتحاد السوما هو قاهر العميد الحديث عن النادي الأهلي بالوقت الحالي صار أمر مهم جدا ليش لأنه صار فريق منافس صار ممكن فريق يعتمد عليه للمنافسة على اللقب خصوصا بعد عودة المدرب الممتاز أو أفضل مدرب بتاريخ النادي الأهلي آخر 20 سنة كريستيان جروس أفضل قرار اتخذوه وإدارة نادي الأهلي السعودي عودة عراب الإنجازات كريستيان جروس لتدريب النادي الأهلي صحية أول مباراة خسرها جروس مع النادي الأهلي قدام نادي الحزم بنتيجة 2-1 لكن كان واضح أنه جروس بدي يشوف تشكيلته القديمة اللي كان عم بيلعب فيها كيف وضع اللعبة كيف ترتيب التشكيلة بالنسبة للنادي الأهلي التشكيلة كانت غلط بمباراة الحزم لكن واضح أنه جروس عنده خطة واضحة لتطوير نادي الأهلي ولعودة نادي الأهلي للمنافسة وللإنجازات محبة جروس للسومة ومحبة السومة لجروس أكيد حيكون الأهلي هالموسم منافس وبقوة على الدور السعودي جروس من نوعية المدربين اللي بيحبوا تثبيت التشكيلة وبيعتمد على إدعش عنصر دائم بتشكيلته لذلك دائما بأي فريق بتشوف جروس مدربه بتشوف هذا الفريق منسجم فريق عنده انسجام واضح بطريقة اللعب فهذا الشيء المميز بجروس وإيجابية كبيرة أنا شايفة عند هذا المدرب بالذات لما بيعتمد على إدعش لاعب بشكل دائم فيه تغييرات بسيطة لكن هاي التغييرات ما بتكون جوهرية أو ما بتكون بالقوام الرئيسي للفريق ما بخفي يا شباب فرحتي الشديدة بعودة جروس لتدريب النادي الأهلي علما أنا مشجع للهلال وهلالي للصميم وما بنكر هذا الشيء لكن لما السومة يسجل أهداف فهذا الشيء بفرحني أكتر أكيد بتواجد خريبين مع الهلال والسومة مع الأهلي نحن بنفرح دائما بتسجيل الأهداف خصوصا من هاللعيب اللي عم بيمسلوا سوريا وعم بيلعبوا يعني كممثلين لسوريا بالدور السعودي أقوى دوري عربي بالوقت الحالي فلذلك أي شيء بيسجلوا أو بتكون عندهم راحة نفسية للعيبة فهذا الشيء بينعكس على المنتخب لذلك دائما بنتفائل لما بيسجل السومة بيسجل عمر خريبين أو أي لاعب تاني بأي دور تاني خصوصا إذا كان لاعب المنتخب عمر السومة بمباراة الأهلي والهلال حصل على أفضل تقييم بالمباراة 7.9 من 10 هذا تقييم مرتفع جدا حصل على جائزة أفضل لاعب بعد أن تسجيله للهدف كمان عمر السومة صار على بعد هدفين من مهاجم نادي الهلال كارلوس إدواردو عمر السومة حينافس على لقب الهداف كما العادة وأنا متأكد تماما أنه ممكن يكون هداف الدور السعودي ليش دائما أنا متأكد من عمر السومة لأنه مع عودة جروس لتدريب النادي الأهلي وتسبيت التشكيلة فلا حمض الله ولا فضل الله ولا غيره من اللعيبة ممكن ينافس السومة على لقب الهداف عمر السومة من سوء حظه أنه ما عنده لعيبة مميزين بخط الوسط مثل لعيبة نادي الهلال أو لعيبة أجنحة ممتازين مثل لعيبة نادي النصر لكن السومة دائما حاسم بالصندوق ودائما بيسجل أهداف من لا شيء بما أنه عم نحكي عن الأهلي وعمر السومة فلازم نعطي حق الاتحاد بكم كلمة الاتحاد للأسف وضعه سيء آخر موسمين ما عم بيقدم نتائج جيدة الاتحاد هو عميد الأندية السعودية أكيد عم بيعاني من عدم الاستقرار الفني مغير أكتر من 4-5 مدربين خلال موسمين ما عم بتشوف تشكيلة واضحة ما عم بتشوف خطة واضحة في عناصر ممتازة لكن نادي الاتحاد عم بيعاني من عدم الاستقرار الفني أكيد مع عودة العميد نادي الاتحاد للمنافسة علقة بالدور السعودي للمنافسة بين فرق المقدمة رح يعطي نكهة تانية للدور السعودي بالوقت الحالي أنا شايف أنه نادي الهلال ونادي النصر أنديت مدينة الرياض هنن الأفضل أو المرشحين بقوة للفوز بالدور السعودي طبعا مع عودة نادي الأهلي للمنافسة كون غروس موجود بالنادي الأهلي أنا رح شدد على هاي النقطة لأنه هو غروس هو بيعرف يجيب الإنجازات وهو عراب الإنجازات بغض النظر عن رأي مشجعي نادي الزمالك المصري وبغض النظر عن رأي رئيس نادي الزمالك المصري لكن أنا شايف أنه غروس هو المدرب الأفضل بالدور السعودي وللنادي الأهلي عموما يا شباب مبروك للسومة الفوز على نادي الاتحاد السعودي مبروك للنادي الأهلي مبروك تسجيل السومة الهدف الاعتيادي بيدير بمدينة جدة كل شي فيني أحكي إنه الله يبعد الإصابات عن عمر السومة بالحسد عن عمر السومة دقوا على الخشب يا حبايب دقوا على الخشب هلا خلونا يا شباب مع فقرة التعليقات ونشوف الشباب شو كاتبين الأخ سامي الباش عم يكتب دكتور من قيمة ما جيت على سوريا أهلك معاك ولا هون بسوريا شو سبب حبك لهازارد بعد توتي مع أنه كل واحد يلعب بطريقة مختلفة من قيمة ما جيت على سوريا صر لي من عام 2010 يعني قبل الحرب تقريبا بعام للأمانة ما أنا حابب أرجع لسوريا بالوقت الحالي لأنه ما أنا حابب غير نظرتي لسوريا نظرتي للشام حابب أتذكر بس الأشياء الإيجابية بسوريا حابب أنسى موضوع الحرب حابب أتخلى عن هذا الموضوع بشكل أو بآخر أهلي بعيشوا بألمانيا لكن فيك تعتبروا أنه عايشين بسوريا لأنه حوالي كل شهرين ثلاثة بيسافروا على الشام ويرجعوا بيضلوا بالشام لفترات كتير كبيرة الوالد كان بعيش بالشام بفترة الحرب كمان فلذلك يعني فيك تعتبر أنه أهلي موجودين بالشام بفترات متقاطعة لكن هن كمان موجودين بألمانيا سبب حبي لهازارد بعد توتي أنا دائما بحب لعيب التخط الوسط بشكل أو بآخر يعني هازارد مودريتش إنيستا تشاف أنا كمان بحب لعيب التخط الوسط دائما هن اللعيب اللي أنا باعتبره أنهن لعيبت المفضلين هازارد بحبه بحب شخصية هازارد طريقة لعب هازارد مراوغات هازارد ممكن فيه لعيبة بحبه ميسي كريسيانو رونالدو لكن أنا بحب اللعيب اللي ما بيلعبوا بالأندي الكبيرة اللعيب البارزين بنادي تاني يعني وكمان أنا بحب نادي تشيلسي هذا الشي يعني بتعرفوه أكيد فلذلك هازارد بحبه كونه كان بيلعب مع نادي تشيلسي وكونه لاعبي المفضل بالوقت الحالي بعد اعتزال توتي هاي هي أجوبتي على الأخ سامي الباشا الأخ ميوزك سوريا يا داني يا أناني هذا أنا ما أنا أناني يا حبيبي يا حبيبي القلب والله بحبك أنا ملقامش لي وبحترم حكيك أنت غالي علينا بدنا تنزل فيديو خاص لشعب الحسكة بيحكي عن نادي الجهاد ونادي الجزيرة أول شي سلامي لكل أهلنا بمحافظة الحسكة بخصوص نادي الجزيرة حاليا هو موجود بالدور السوري الممتاز فلذلك نحن عم نحكي تقريبا كل أسبوع عن نادي الجزيرة عن وضع نادي الجزيرة وأكيد رح نخصص فيديوهات تانية عن نادي الجزيرة يعني أكيد ما حنقصر مع نادي الجزيرة بخصوص نادي الجهاد فأنا حكيت بفيديو عن المدربة التاريخي لنادي الجهاد موسى شماس وأنا بوعد مشجعي نادي الجهاد أني رح أحكي عن تاريخ نادي الجهاد بشكل مختصر إن شاء الله بالأيام الجاية ما فيني أوعد بوقت محدد لكن إن شاء الله بالأيام الجاية بس نخلص من مباراة الصين ومن هالمبارايات بالوقت الحالي في ضغط بالوقت لكن إن شاء الله ما بنقصر لا مع جمهور نادي الجهاد ولا مع جمهور نادي الجزيرة ولا مع كل أهلنا بمحافظة الحسكة الحبيبة الأخ حلب الشهباء يعطيك العافية أستاذ داني بتحكيه بكل شفاء شو هو لونك المفضل وليش نلابس نضارات دائما؟ لوني المفضل يا أخي الأسود والأبيض أنا دائما بحب ألبس أسود وأبيض يعني هل الألوان الدائما الاعتيادية بالنسبة إلي اللون الأحمر بحياتي ما تخيلت ألبسه لكن بحكم إنه طقم المنتخب هو الأحمر فأكيد بنلبسه حبا بالمنتخب لكن أنا بحب اللون الأسود والأبيض ليش لابس نضارات دائما؟ لأني بصراحة ما بشوف من دون نضارات هذا الشي حكيته ممكن عدة مرات نظري ضعيف جدا خصوصا عن بعد ما بشوف من دون نضارات وبحب النضارات كمان يعني فيني أعمل عملية عملية ليزر وكمان بحطهم مثل المادة لاصقة لكن أنا بحب النضارات صارت كمثل كاريزمة الشخص بتتعلق بالنضارة فخلاص أنا صار لي عشر سنين لابس نضارات وهذا السبب الرئيسي اللي بخليني ألبسه دائما فيني أعمل عملية لكن بتفضل لبس النضارة أحسن هذا كل شي حبيت أحكيه عن مباراة الأهلي والاتحاد عن هدف السومة وعن منافسة السومة على لقب الهداف بتمنى يعجبكم الفيديو وتكونوا بصحة وخير وسلامة